دعونا نبدأ القراءة قبل ما نبدأ القراءة إذا لم تشتركوا بالقناة اشتركوا وضعوا لايك إذا أعجبكم الفيديو وتركوا لي أرائكم بخانة التعليقات بداية برج الحمل نبدأ بطاقتك العامة خلال هذه الفترة برج الحمل هذه الطاقة ممكن تكون عامة ممكن تكون عاطفية على الأغلب وأنا أراها طاقتك العامة حاليا اللي مسيطرة عليك تقريبا الطاقة العاطفية بالفترة الحالية برج الحمل أشوف أنه أنت ممكن تكون منعزل يعني مو نغلق على نفسك خلال هاي الفترة بسبب أحباطات مريت بها بالماضي أنت مثل ما قلت لك هنا أنت منعزل أنت بطاقة الهرم تطالع أنت منعزل حاليا قاعد تراجع نفسك ممكن أو حتى تراجع علاقة أنت مريت بها بالسابق عندك نوعا ما زعل أشوف أنه ممكن أو راح نوضحها أكثر بالقراءة العاطفية بس بداية يعني أكو عندك زعل من شخص هذا شخص أشوف بالفترة الحالية هو عرف غلطة وقاعد يحاول أنه يرجع مرة ثانية يصالحك خلال هاي الفترة بس قاعد أشوف أنه أنت غالق عليه تقريبا كل الطرق وما راح يتنطي فرصة ثانية ومنعزل عنا تماما لأنه أكو زعل صاير بيناتكم زعل كبير أما بالنسبة لطاقة الشخص نفسه اللي وراك أكو شخص هنا دا يحس شعور أنه بالخسارة بالفقدان عدم الثقب النفس هذا الشخص أشوف ممكن أنه كانت أكو أفكار سلبية بباله ومسيطرة عليها خلال الفترة السابقة وهذا الشي خلاه من قد ما هو يعني أفكار أكو سلبية بباله أو اتهامات أو شكوك حتى اتجاهك هذا الشي خلاه يخسرك تماما هو دا يحس بإحساس الفقدان الاحتياج العاطفي نفس الوقت قاعد أشوف أنه كانت عنده شكوك بباله أو مشاكل أو ممكن حتى يكون وضع مقيد هذا الشخص بس الفترة الحالية قاعد أشوف عنده تحرر اتحرر من أفكار سلبية اتحرر من ممكن دراما كان عايشها هو بينه وبين نفسه الفترة السابقة وحاليا بلش يحس بخسارتك هو ندمان دا يحس أنه هو فقد شيء يعني شو نقولك أنت مجند شيء بسيط بحياته هو اكتشف هذا الشيء متأخر بعد ما أنت انسحبت من العلاقة وصار عندك نوعا ما ملل بسبب الأغلاط اللي هذا الشخص دائما يكررها نفسها ويرجع بعدين يعتذر فأشوفك قافل عليه الطريق وما متقبل أي اعتدار من عنده بالفترة الحالية هاي جينا على طاقتك العام حاليا خلي نبلش القراءة على الصعيد العملي أشوفك يا برج الحمل على الصعيد العملي والصعيد الماضي أكو عندك أمور هواية معلقة واقفة بمكانها ما قاعد تتحرك تحس أنه شغلك ما قاعد يتقدم قاعد يتراجع بالعكس إلى الوراء عندك نوعا ما تعب وقلق على الصعيد العملي البعض من عندكم أشوف ممكن أنه أنت تشنت منتظر أو حاليا أنت منتظر تواصل يخص أمور معرقلة صار لها فترة طويلة أكو عندك أما خبر منتظرة أو شغل متعرقل صار لها فترة هذا الخبر ما قاعد يوصلك وأكو تأخيرات وإحباطات مؤثرة عليك هاي الفترة أشوف ممكن أنه خلال الأسبوع الثاني من الشهر السادس يعني هذا الشهر اللي إحنا به أكو تواصل سريع راح يوصلك ممكن يكون يوم ثمانية بالشهر التواصل راح يكون يخص وضع مادي أيضا البعض من عندكم أشوف أنه ممكن داخل بشراكات بس هاي الشراكة اللي هو بها أكو بها طرف متلاعب نوعا ما أكو تلاعب شوية أحس أكو كذب من ناحية شخص موجود وياك بالعمل نفسه أو ممكن حتى يكون هذا الشخص اللي أنت منتظر من عنده خبر هو نوعا ما صار لفترة مختفي وما منطيك خبر شارح لك أنه العمل وين قاعد يتقدم هاي الناس اللي عندهم شراكات على الصعيد العملي فأشوف أكو بعض التأخيرات على الصعيد العملي خلال هاي الفترة بس النصف الثاني إن شاء الله أو حتى من الأسبوع الثاني راح أتبلش الأمور شوية تتحرك خاصة الناس اللي عندها شغل من الخارج أو منتظر خبر من شخص بالخارج أشوف إن شاء الله خلال الأسبوع الثاني أو حتى ممكن نقول النصف الثاني من هذا الشهر أكو أخبار راح توصلك تخص عملك للناس اللي عندهم مثلا بضاعة وبالخارج حاليا ما قاعد توصل للعراق أو إنه حتى مو شرط العراق سواء كنس أنت بأي دولة بدأ أشوف أكو تأخيرات على صعيد العملي منتظر خبر من شخص من الخارج الخبر راح يوصلك إن شاء الله الأسبوع الثاني هسا انتهينا من الوضع العملي شرحناه بصورة سريعة خلي نحول على الوضع الصحي الوضع الصحي أشوف البعض من عندكم صار لفترة تقريبا أسبوعين أو شهرين قاعد يعاني من مشاكل تخص منطقة العين والرأس بهاي الفترة أشوف أنه أنت راح تبلش تتحرك على هذا الموضوع عندك مراجعة للطبيب وبخصوص موضوع قلت لك ممكن يخص العين أو منطقة الرأس بصورة عامة جبين وأعلى ممكن البعض منكم يعاني من صداع صار لفترة وهو شوية هذا الموضوع ما منطيه اهتمام والبعض الثاني أشوف أنه التفكير والحالة النفسية اللي أنت بها حاليا قاعد تأثر على وضعك الصحي وبصورة كبيرة خاصة للناس اللي عندها مشاكل بالعمل أو مشاكل حتى مادية خلال هاي الفترة اللي تنمر بها الأمور كلها متعرقلة فأشوف هذا التعب النفسي قاعد يترجم بصورة جسدية عليك فعندك تعب من شدة التفكير تفكيرك هوايا قاعد تفكر بهاي الفترة فهذا الشي مخليك ممكن أول اسبوعين راح تعاني من آلام بالرأس سواء كان صداع أو حتى آلام تخص منطقات العينين بصورة عامة عموما ما أشوف أنه أكو وضعي خوف إن شاء الله تعدي على خير ممكن أنت تراجع تحاول تراجع خلال هاي الفترة طبيب إذا كانت عندك مشاكل بالأماكن اللي قلت لك عليها بالنسبة للأوضاع العائلية طبعا الأوضاع العائلية قاعد أشوف ممكن البعض من عدكم صار لفترة أربع شهور أو ثلاثة شهور نقول أربع شهور بصورة عامة أكو مشاكل بالعائلة بالبيت قاعدة تصير خاصة الناس اللي متزوجين أشوف وعدهم مشاكل صار لهم فترة أربع شهور أكو نوع من الإحباط أكو شخص زعلان من عندك أو أنت حتى زعلان منه لأن أكو طاقة زعل عد برج الحمل خلال هاي الفترة فأشوف أكو مصالحات أشوف الأمور راح ترجع الدور لصالحك هنا طلعت الويل اوف فورتشن بالأوراق بالأوراق العامة وأيضا بالتوضيحات رجعت طلعت لنفس الورقة فعجلة تلحظ قاعد دور وياك خلال هاي الفترة أكو صلح أكو أمور كانت واقفة راح تبلش تتحرك خلال الفترة الجاية يعني خلال هذا الشهر إن شاء الله أكو أمور هواية راح تبلش تتحرك عجلة تلحظ وياك يعني أكو مثل ما نقول يد من السماء ممتدة إليك حاليا تساعدك وتسهل عليك أمورك خاصة على الصعيد العائلي بالنسبة للناس المتزوجين وبينهم مشاكل أو حتى بينهم زعل انفصال أشوف الأمور راح تبلش تتصلح مرة ثانية العجلة راح ترجع الدور بكم والناس اللي عندها زعل أو مشاكل بالبيت أشوف أكو فترة راح تمر فترة هدوء تكون وبها فترة صلح أيضا أما بالنسبة للصعيد العاطفي اللي تقريبا 90% من اللي دايشوفون البرج حاليا هم دايشوفوه على مدد الصعيد العاطفي إذا تحبون أسوي لكم قراءة خاصة عاطفية فقط لكل برج قتبولي بخانة التعليقات وإذا شفت أنه أنتوا رايدين هذا الشي راح أبدي أن أزل لكم الأبراج بس على الصعيد العاطفي فقط لأن أكو ناس ما يهمها الصعيد العملي اللي يهمها كلها هو الصعيد العاطفي عموما على الصعيد العاطفي البرج الحمل أشوفك يا برج الحمل أنت بالفترة الحالية قاعد تحاول تبين أنه أنت قوي نوعا ما أنه أنت ما مهتم أنت واقف على حيلك وما عندك مشاكل بس أنت بداخلك منهار تماما يعني أنت اللي يشوفك من البرة يحس أنه أنت إنسان ما مهتم ما عندك أي مشاكل الوضع اللي أنت بيه حاليا مهامك أو حتى ممكن أنت مصدر هذا الوجه للشريك حتى يعرف أنه أنت ما مهتم وبعده ما مأثر عليك أو حتى الزعل اللي بينكم ما مأثر عليك أساسا بس أنت بالحقيقة البرج المنهار قاعد أشوف أنه أنت فترة مراقبة حاليا فترة انت ضار وده تحاول تبين قوي يعني أنت اللي يشوفك بالوجه يقول أنه أنت ملك العصي أو ملك النار بس أنت بداخلك البرج المنهار فأشوف أنه أنت حاليا حاليا ممكن كشفت سر لأن حتى هنا أشوف أكو سر كشفته عن الشريك اللي موجود وياك حاليا أو حتى اللي انفصلت عنه صار لك فترة وهذا الشي خلاك تنهد أو ممكن تكون أكو أشخاص الدخلة وأطراف خارجية الدخلت بالعلاقة بيناتكم وهي اللي سببت المشكلة أشوف أكو أقنعة هواية انزالت من على الوجوه وأنت حاليا مثل يعني تعرف ناسك اللي موجودين حواليك هم وشنو وأنت مثل يحسك هنا قاعد تقولي هاي الورقة أنه أنا بعد ما حد ما راح يقدر يخدعني صارت أعرف الناس صارت أعرف كل شخص على حقيقته بعد ما أنخدع بالناس لأن أنت هنا طالع من صدمة كلش كبيرة هاي التور مو صدمة طبيعية صدمة كبيرة بس لازم تعرف أنه ورقة التور هي ورقة مجرار كانة فتسعة وتسعين بالمئة هي تتحقق هاي أولا ثانيا هاي التغييرات تكون تغييرات مو بدل الإنسان رب العالمين هو اللي يخلي هاي الصدمة تمر بحياتك لأن أكو بعدها وضع أحسن أكو تغييرات شاملة يعني أكو فترة تماما من حياتك بلشت تنتهي أو درست كان لازم تاخده أنت أخدته والفترة الجاية راح تكون حتى ما تكرر هذا الغلط مرة ثانية فهذا الانفصال اللي صار أو حتى الشخص اللي كشفت أنت على حقيقتك كان لازم يصير رب العالمين هو اللي كان رايد أن هذا الشي ينكشف وراح يكون لصالحك أما بالنسبة طاقة الشخص نفسه قاعد أشوف أنه هذا الشخص عنده مشاعر التجاهك هو أكو حب بيناتكم الحب موجود وهو حاليا قاعد يحاول يتواصل وياك ممكن يتواصل وياك روحيا أو حتى يتواصل وياك أساسا لأن هنا قاعد أشوف هو عنده تردد شوية من التواصل بس راح ياخد القرار من هو يرجع يتواصل وياك البعض منكم هذا الشخص يتواصل وحاول يعتذر بس هو قاعد يحس أنه أنت كلش متباعد يعني هو مراقبك من بعيد حاليا مراقبك ويحلم بيك حتى أو أنت ممكن قاعد تحلم بيك لأكو تواصل روحي بيناتكم جدا عالي ولكن التواصل الحقيقي مون قطع أشوفه أنت ممكن ما قاعد تنطي فرصة لهذا الشخص لأنه هذا الشخص أساسا قاعد أشوفه هنا هو داي حاول أنه يعتذر هو جاي واقف منتظر إشارة منك منتظر خطوة البعض منعدكم هذا شخص ممكن يكون من الماضي أنت منفصل عنه سابقا وهو هسا داي حاول يرجع بحياتك مرة ثانية بس أنت تقريبا وصلت مرحلة ملل من العلاقة أو أنه هذا شخص سابقا تعبك هواية فلهاي سبب أنت عندك مخاوف أنه أنت ترجع لهاي العلاقة مرة ثانية هسا بما أنه قرينا طاقتك وطاقة الشريك خلي نفصل الوضع العاطفي أكثر طبعا أشوف أنه أنت مثل ما قلت لك أنت عندك نوعا ما ملل أنت العلاقة هذه ممكن كان بها تلاعب لأن هنا عندي ورقتي أن طلعت لي نفس هي ورقة الساحر يعني هنانا شوفوا إذا تشوفون هاي الأوراق وضحتها أنا على نفس الورقة طلعت الورقة نفسها فلت تقولي أنه أنا بنفس المعنى طالع ممكن هذا الشخص سابقا كان عنده نوعا ما تلاعب بالعلاقة وأنت كشفت هذا التلاعب ممكن تكون الأغلبية منعدكم الموضوع يخص مشكلة يعني شغلة إخلاص أو وفاء بصور عامة فاللي أشوف أنه تعرضت أنت سابقا ممكن الكذب من هذا الشخص خداع أو حتى البعض منعدكم تعرض الخيانة خاصة إذا كان هذا الشخص من برج الجوزاء أو برج السرطان والأقرب هنا عندي برج الثور حتى ما أنسى الأبراج برج الحوت أيضا موجود هنا أكو شخص ممكن يكون برج الحمل مثلك وبرج الثور طالع مارتيين والأسد فاللي قاعد أشوفه أنه هذا الشخص مثل ما قلت لك هو سابقا خداعك أكو كان عنده نوعا ما خداع بالفترة الحالية أنت ممكن قاعد تستشفي من الجرح اللي هذا الشخص سبب لك يا أنت ما أخذ رست أنت الطاقة العامة إليك أشوف أكو تباعد أنت حاليا مون غلق على نفسك قاعد تراجع الأشياء اللي مريت بها سابقا وأنت فعلا محتاج هذا الرست أنا هسا ما أقول لك أخذ خطوة أنه أنت ترجع لهذا الشخص لأن أنت محتاج رست أنت فعلا محتاج هنا رست محتاج تستعيد توازنك لأن أشوف توازنك تقريبا مختل أنت هاي العلاقة سابقا ممكن شنت هواية تحاول تحافظ عليها لكن وصلت المرحلة بسبب خداع من هذا الشخص أنه أنت حاليا ما عندك الرغبة أنه أنت تستعيد هاي العلاقة أو ترجع تشتغل على هاي العلاقة اللي أشوف أنه أنت ممكن تحاول أنه تنسى هذه الصفحة اللي كانت بحياتك وهذا الشخص تماما تغلق الصفحة وتبلش بداية جديدة لأن هنا عندك ورقة الذات موجودة فأنت تحس أنه أنت محتاج تغيير جذري دا تحس ممكن المشاعر اللي بينكم وإن كانت موجودة عندك ولا هنا دا أشوف كان أنه أنت دا تحاول تتجاهل مشاعرك أنت دا تحاول تتجاهل المشاعر اللي موجودة عندك تجاه هذا الشخص أو حتى تجاه العلاقات بصورة عامة أنت مو عاطفي يعني دا تحاول تفكر بعقلك وهذا الشيء مخليك تتخلى عن مشاعرك بصورة عامة حاليا هذا الشخص حاليا هو مستعد أنه يبدو الأقصى مجهود في سبيل أنه يرجع العلاقة اللي بيناتكم لأنه هذا الشخص من بعد ما أنت مثل ما قلت لك بعد ما حس أنه هو خسارك تماما حس بقيمتك أكوناس ما تحس بقيمة الشيء اللي موجود عندها إلا إذا فقدته فأنت ظاهر يعني قطعت تماما نويا قطعت التواصل هو وصل مرحلة الفقدان من وصل مرحلة الفقدان حسب قيمتك وهذا دا يحاول أنه هو يرجع العلاقة هو مستعد أنه يبدو الأقصى مجهود هنا ورقة زشارية أيضا برج السرطان طلع عندنا مرتين فممكن تكون تتعامل مع شخص من البرج السرطان أو ممكن يكون أنه هذا الشخص حاليا راح يبدو الأقصى مجهود دا يفكر أنه هو يبدو الأقصى مجهود في سبيل أنه هو ينسيك الشيء اللي صار سابقا ويبدأ وياك بداية جديدة تماما يريد أنه الماضي كله يموت ويبدأ من جديد صفحة بيضة انتويا بس نفس الوقت قاعد أشوف عنده نوعا ما التسرع هو متسرع شوية بتصرفاته ممكن عصبي زيادة عن اللزوم وممكن آخر اتصال بينك وبين التواصل ما كان بنا صار أكو تجريح بالكلام لأنه هنا قاعد أشوفك أنه أنت زعلان من هذا الشخص وأيضا هنا طاقة الانفجار موجودة أنه هاي الطاقة ما تجي إلا إذا أكو شيء صار مو صدمة عادية أكو صدمة كبيرة صارت فممكن أن يكون هذا الشخص على فكرة طبعا هذا البرج هو برج العقرب إذا كانت تتعامل ويا شخص من البرج العقرب أيضا فممكن أشوف أنه الكلام اللي صار هذا شخص انفجر أو أنت حتى انفجرت وصار أكو تجريح بالكلام ببيناتكم التواصل ما كان بنا بينكم آخر تواصل فالهالسبب هو دا يحاول أنه يرجع يعتذر ممكن عن الكلام اللي قاله اللي أنحس هذا الكلام خلاه يخسرك إلى الأبد عموما أنا أشوف أنه راح يبذل مجهود البعض من عندكم راح يجي بصيغة جديدة مثل راح يقول لك أنه إحنا خلي نرجع ما نرجع بعلاقة خلي نرسم العلاقة نحاول أنه نرسم علاقتنا أو حتى أنه نقوي العلاقة اللي موجودة بس أنت قاعد أشوف أنت دا تحس بملل أنت رافض اعتدار هذا الشخص ورافض رجوع بحياتك حاليا أو ممكن نقول أنت مرافض وإنما محبط فما تريد تنطي إجابة حاليا لها سبب أنت منعزل لا تريد أنه هو شون تقول أنه كوشينتها تماما بس نفس الوقت ما تنطي أمل بالرجوع ثم خلي مثل اللي متعلق لهو طايل سما ولا هو طايل قا وهو يستاهل على فكرة ما دام بزعلك فالمهم يعني اللي أشوف أنه هذا الشخص راح يرجع الناس اللي منتظر رجوع من الشخص من الماضي من برج السرطان أو برج العقرب برج الجوزاء الدلو برج الساور اشتركوا في القناة